أنا العادة أقول لك خطوات تعلم اللغة الإنجليزية اليوم راح أقول لك خطوات الفجل في تعلم اللغة الإنجليزية يعني إذا سويتها راح تفشر ومن باب يقولون تعلم من أخطاء غيرك أول واحد معنا وهي المقارنة إنك تقارن نفسك مع الآخرين تشوف غيرك كيف ما شاء الله يتكلم هاللغة وكيف ما شاء الله ماشي في لسانة سلسة بروف الناس مختلفة عن بروفك فإذا أصريت على المقارنة أبشرك راح تبطل تتعلم اثنين راح نقول مستعجل وتبقى تتعلم في ثلاثة شهور بل بعضهم يقول لا خلاص أنا يعني بعطيكم ستة شهور تعطي مين أنت قاعد تعطي نفسك ستة شهور ثلاثة شهور أنا ما مر علي أحد تعلم لغة كاملة في سنة كاملة قول لي تعلم قواعد قول لي والله تعلم مصطلحات قول لي والله يصال يقدروا ما شاء الله ها ها حافظ جمل يقولها لكن تعلم لغة في سنة يا رجل كان ذح ينقدينا أتكلم على عشر أغوات ثلاثة وهي الخطيرة مصرة أن اللغة الإنجليزية مئة في المئة زي العربي يعني معتمد مئة في المئة على الترجمة لدرجة أنك تلقاه يبيتعلم الحروف أول شي عشان يقدر يكتب ويقرأ وبعدين ينصدم من الواقع خمسة ورح نتفرع فيها لا تسأل أسئلة مثل هذه لو تسأل أسئلة مثل القادمة فأنت راح تبطل تتعلم كم لك تتعلم لغة الإنجليزية؟ كم أخذ من وقت؟ ها كم قاعدة في اللغة الإنجليزية؟ كم كلمة لازم أحفظ عشان أقدر أتكلم لغة الإنجليزية؟ مئة تكفي ولا ألف؟ اللغة الإنجليزية ما هي بأبدا صعبة الصعب هو الصبر الصعب هو العزيمة الصعب هو بناء الثقة عشان تقدر تتكلم قدام أهلك وربعك والآخرين الصعب هو أنك تؤمن أن الخطأ وارد إيش ما سويت لك ستة سنين ولا لك ستة شهور؟ مخطي مخطي وذا خطيت ما هي بنهاية العالم كل ما عليك تسويه بعد الخطأ أنك تعتذر وتقولها I'm sorry وذا's it فالسؤال لك حبيب قلبي ولكي يا ستة البيت ما هي الأخطاء اللي ارتكبتوها أثناء تعلم هاللغة وحسيت أنها وقفتك أو سببت لك إحباط ولو ترجع فيك الدنيا مستحيل تخطيها مرة ثانية لو تلاحظ أول سبب ذكرنا وهو المقارنة والمقارنة كانت أول حاجة سببت للفشل أثناء تعلمي لهذه اللغة الإنجليزية I'll learn the hard way Never compare yourself to others أبدا لا تقارن نفسك مع الآخرين يا يا سلام